الرصاص الحي لتفريق الجموع قبل وصولها إلى القافلة التي ستقلهم إلى الحدود التركية لا تكتفي هيئة تحرير الشام بالرصاص الدوريات الأمنية أيضا تنطلق باتجاه معبر باب الهوى لمنع عبور القوافل الأخرى التي انضم إليها آلافهم من المسلحين السابقين في صفوف المجموعات المسلحة نحو الحدود التركية والالتحاق بأخرى تم تشكيلها داخل الأراضي التركية للوصول إلى أوروبا محاولات التسلل نحو تركيا لن تتوقف رغم قوافل اللجوء العائد إجباريا بقرار تركي إلى سوريا الاحتجاج على الأوضاع المعيشية والأمنية في إدلب يتواصل ويدفع لازدياد أعداد الهاربين نحو تركيا مصادر معارضة قالت إن أعداد المسجلين فيما يسمى قافلة السلام فاق الستين ألفا والوجهة هي حصرا وربا بذريعة تخفيف العبء على الأتراك وتجنب الترحيل القصري العشوائي أبراج المراقبة التركية تطل على الحدث من دون تدخل لعناصر حرس الحدود أنقرة التي سلمت لحيئة تحرير الشام أمر إيقاف حملة إدلب وتفريق من كان ينوي الصعود فيها بالرصاص لن تكون شركة كما يبدو في تسهيل هذا العبور وبحسب صحيفة ميليات فإن سبعين ألف لاجئ من الموجودين على الأراضي التركية يستعدون للدخول إلى أوروبا والسلطات التركية تراقب حزابات المراوجين للحملة التي سميت بقافلة النور أمر اعتبرته أثناء تلويحا جديدا لاستخدام ورقة اللاجئين والهجرة كسلاح سياسي يزيد من التوتر الأخير بين البلدين حول جزر بحر إيجا من غير الواضح إن كانت قافلتان نور والسلام ستتمكنان من الوصول إلى الحدود البلغارية اليونانية والدخول إلى الاتحاد الأوروبي لكن ورقة اللجوء لا تزال قيد الاستثمار التركي وعلى طرفي الحدود في ترحيلا لمن يتواجد على أراضيها وفي تهديد افتراضي لمن يواجهها سياسيا ديماناصيف دماشق الميادين